وللطلاع عن كثب على تبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الجنين تنضم إلينا من هناك مراسلة رؤية أسيل سليمان أهلا بك أسيل يعني انسحاب لقوات الاحتلال الليلة الماضية وعودة الأهالي إلى منازلهم صف لنا الأجواء من حولك نعم يعني ربما هذا هو الصباح الأول بعد ثلاث ليال من الدمار والقصف والتشريد لأهالي مخيم جنين هذا المخيم لو تراه الآن لن تقول أنه لهدوئه طبعا لن تقول أنه عاش معاشه الشيء الوحيد الذي سيدلك على المآسي والحصار الذي عاناه والقصف أيضا هو مشاهد الدمار التي ستراها في كل شبر بالتحديد من هذا المخيم والبيوت المهدومة والعائلات التي يعني تمشي في سيل بشري نحو بيوتها لتراحلها وتتفقدها وتقدر حجم الأضرار التي حل بها يعني هدوء نسبي في المخيم يعني بعض الأهالي يقفون ويجلسون أمام منازلهم في صمت حزين إذا يمكن وصفه بهذه الطريقة ويعني شرود أيضا في هول محلة بالمخيم وعدم معارفة أين وماذا وكيف ستكون الخطوة المقبلة لجأن المخيم أيضا بدأت بعملها هذا الصباح بإغلاق المخيم ومنع السيارات من الدخول إلىه كي تتمكن من تنظيف المخيم لبدء أو محاولة إعادة الإعمار وتأمين دخول الأهل جميعا بسلام إلى بيوتهم وأيضا إزالة مخلفات الجيش إحدى السيدات التي اضطرت وأجبرها الاحتلال على مغادرة منزلها وعادت صباح اليوم لتتفقد محلة بيئة المنزل هي خالة أم محمد يعني خالة أم محمد أسعدتي صباحا اليوم رجعتي على بيتك عشان تشوفي إش اللي صار حجم الضرار اللي حل بالبيت احكي لي لو سمحتي يعني بعرف حجم الدمار في المخيم مش سهل أبدا أشعورك وانت شايف البيت بهذا الطريقة والله خالتي أنا كل اللي هامي منها أن الحمد لله طلعوا بخيبتهم شبابنا كلهم سالمين الحمد لله رب العالمين المال بتعوض والدور بتتعوض بس الحمد لله للشباب ما تأذوش ما صارش مذابح وما صارش مجازر والكل بخير وهم طلعوا زي ما فاتوا ما طلعش بديهم إشي هم بالشوارع وبالكهرب والمي ما طلعش بديهم يعملوا إشي ولا طالوا حدا كتلوا ناس من الشعب ولا لهم إشي بإشي يعني فاتتهم زي طلعتهم الحمد لله ما طلع بديهم يعملوننا ولا يهزوا شعرة فينا إذن يعني رغم اللي صار والدمار اللي حل بالمخيم بظل أهل المخيم وأهل مدينة جنين وراء المقاومة وقفين وراها ووقفين بصفها الحمد لله والله يحميهم شباب المقاومة الحمد لله الحمد لله ما تأذى منهم حدا الحمد لله هم بخير وسلامي وإن شاء الله بعد فترة رحين يتأكدوا انهم بخير وسلامي وإنهم زي ما فاتوا طلعوا بذيال خيبتهم خلق محمد يعني بعض السكان اللي حكينا معهم من بارح وكانوا أيضا خارجين من بيوتهم حكوا إنهم خايفين تكون مثل قصة النكبة إنه يقولوا اليوم منرجع بكرة منرجع بعد شهر بنرجع ولكن كنتي عارف إنكم رح ترجعوا تاكدين نحن نحن نرجع إحنا أصلا مطلعناش نتفن تحت تبعدنا يعني كعدنا تحت الشارع بس نستنى عبر ما يطلعوا لا زي النكبة بغدروش يعملوا الحمد لله إحنا إن قوتنا يعني ما شفوش الشخرى وديش يعني أتثر بس برضو ما طلعوا لهم مش ربع اللي قدرتهم الناس الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله يا رب اتضلكم في بيوتكم منورين المخيم ومنور المخيم بأهله إذن حاضنة المقاومة هو أو هم أهالي هذا المخيم بالتحديد وأهالي مدينة جنين لن تسقط هذه المقاومة بوجود أهالي مثل أهالي مخيم جنين وأهالي مدينة جنين الذين يقفون كظهر وكدرع حامن للمقاومة أسين لاحظنا من الصور التي نقلتها لنا قبل قليل من شوارع المخيم بأن وكأن الأرضية اقتلعت من مكانها ما الذي استخدمه جيش الاحتلال لفعل هذا الدمار في شوارع والبنية التحتية الخاصة بمخيم جنين نعم قوات الاحتلال استخدمت الجرافات لتجريف الشوارع والأراضي في مخيم جنين أولا لمنع وتصعيب الحركة على السكان والمقاومين لربما الذين ظنوا الاحتلال لأنهم يحتمون بالمخيم ولكنهم فشلوا أيضا الاحتلال في رصد أن المقاومة والمقاومين كلهم خرجوا من المخيم ما حدث هو أن تجريف الأرض والبنية التحتية حدث بالأليات العسكرية والجرافات أيضا كما قلت لإعاقة حركة السكان والمقاومين وتدمير البنية التحتية يعني ربما تستطيعون أن تروا المشاهد مرة أخرى أيضا حتى يصعب على السكان العودة مجددا لهذا المخيم الذي سيحتاج ربما أشهر من إعادة التعمير وإعادة البناء حتى يصبح قابلا للسكن مرة أخرى يعني بدون للعيش الآدمي لنقول طبعا نحن الآن نتحدث عن انقطاع في التيار الكهربائي وأيضا على مأضو انقطاع في المياه أو شبكة المياه نعم مناطق كبيرة جدا بالمخيم تكاد تكون كلها لا تتوفر لديها الكهرباء ولا تتوفر لديها الماء ما سيجعل أساسا عملية إعادة الإعمار والإصلاح أصعب بمراحل وأيضا سيكون هناك يعني لابد من تدخلات معينة كي يتم الإسراع بعملية إعادة الطيار الكهربائي والماء لهؤلاء السكان الذين لن يستطيعوا أصلا العودة لمنازلهم بدون هذين أو هذين المقومين في الحياة أسير سليمان مراسلتنا من مخيم جنين كنتي معنا شكرا جزيلا لك